أما أهداف الاستشراق ودوافعه من دراسة العلوم الشرقية واستطلاع على ما لدى الشرق فإننا نجد في مقدمتها الأهداف الدينية لقد أزهلهم تقدم الإسلام إلى أوروبا وترق أبوابهم فعملوا على إيقاف عجلة الإسلام وذلك عن طريق انتزاع مقومات الفكر الإسلامي بالتشكيك وإثارة الشبهات حوله كذلك محاولة إسقاط النفوذ الإسلامي وتطويقه حتى لا ينتشر في أوروبا كما كان من أهم أهداف الاستشراق الأهداف الاستعمارية حيث إن الحروب الصليبية قد عجزت تماما عن السيطرة عن العالم الإسلامي فتبنى الاستعمار حركة الاستشراق لتحقيق هذا الهدك واستعان بالمستشرقين وبالإجماع فإننا نراهم في جمهورهم لا يخلو أحدهم من كونه قسيسا أو استعماريا أو يهوديا وقد يجهد عن ذلك أفراد غير أنهم في النهاية يعملون على تحقيق هذا الهدف كذلك من أهداف الاستشراق خدمة مخططات اليهود التي تسعى إلى تطويق فلسطين واقتناصها من قلب العالم الإسلامي وذلك عن طريق التشويه التاريخي العام كذلك من أهم الأهداف الأهداف التجارية حيث إن الغرب قد ربيح ربحا كبيرا من ترجمة تلك العلوم واقتناص تلك الثمرات العظيمة لدى قلب العالم الإسلامي ونقلوها إلى أوروبا واستفادوا منها تماما أما تلك الأهداف العلمية فإننا نجد أن أوروبا قد أرسلوا تلك البعثات العلمية المنظمة فاستفادت أوروبا من هذه البعثات العلمية فوائد لا تحصى ولا تعد وأصبح أفرادها بعد عودتهم شعلة علمية تضيء مجاهل أوروبا وهكذا كانت أهداف الاستشراق